غرب الموصل شهد عودة الآلاف من النازحين مطلع العام الجاري تعود الحادثة إلى عام 2014 حين احتل تنظيم داعش قضاء سنجار كانت جيلان بورجس في ربيعها التسعة عشر من العمري عندما هاجم داعش سنجار يحكي أحمد نايف قاسم عم جيلان قصة الفتاة الأيزيدية قتلت تنظيم سبع أشخاص من أسرتها أمام عينيها من بينهم والدها واثنان من أشقائها وتم اقتيادها هي واثنتين من شقيقاتها غالية وجيها مع فتيات أيزيديات أخريات إلى مبنى مدرسة جنوب سنجار لتوزيعهن كسبايا على المسلحين أجبرت جيلان كرها على دخول أحد حمامات المدرسة لكي تغتسلت عيد نفسها لأمير المجموعة كان الأمير ينتظر أن تنتهي جيلان من الاستحمام لكن انتظاره طال بعد ذلك تبين بأن جيلان أنهت حياتها داخل الحمام بعد أن قطعت شريين يدها بشفرة حلاقة انثال جيلان برجس نصب في مسقط رأسها في قرية تل عزيز بسنجار وهو من أعمال النحات المصل المسيحي نينوز ثابت وبمساعدة من والده النحات ثابت ميخائل من أهالي بلدة قره قوش في سهل نينوى